السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زال تحديه قائمة وما زال الجندي المجهول لا مجهول للجميع بل ولكافة الإنس والجن إنه فيروس كورونا الذي تحدى به الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني العالم بأسره تحدىهم أن يعرفوا سره وأن يجدوا له لقاحة وما زالوا عجزين عن ذلك وما زالت الحياة والدهشة تأخذهم حوله ولن يعرفوا أمره إلا من صاحب علم الكتاب فقط الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني وهذا بيان كتبه الإمام المهدي المنتظر بتاريخ رابع من ذي الحجة لسنة 1441 للهجرة الموافق الخامس والعشرون من شهر يوليو لسنة 2020 عنوان البيان اقترب عذاب أليم وبعث أصحاب الكهف والرقيم عيسى بن مريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عواجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ آوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق الله العظيم ولبثهم الأول كما يلي ثلاثمائة سنين من سنين القمر تصديقا لقول الله تعالى ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة قل الله أعلم بما لبثوه له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا صدق الله العظيم فأما اللبث الأول لأصحاب الكهف فهي ثلاثمائة سنين من سنين القمر لذات القمر وتعدل بحساب يومكم وشهركم وسنينكم كما يلي بالضبط تسعة آلاف سنة مما تعدون وأما اللبث الثاني فتسع سنوات شمسية تصديقا لقول الله تعالى وازدادوا تسعة قل الله أعلم بما لبثو له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا صدق الله العظيم ألا وإن الزمن اللبث الثاني لأصحاب الكهف تسع سنوات شمسية بحساب ذات الشمس فشهرها ألف شهر وسنتها 12 ألف شهر يعني أن السنة الشمسية الواحدة لذات الشمس تعدل ألف سنة مما تعدون إذن التسع سنوات الشمسية تعدل بحساب يومكم وشهركم وسنينكم كذلك تسعة آلاف سنة مما تعدون بمعنى أن لفتهم الأول تسعة أيام بحساب أيام الله في الحساب في الكتاب وكذلك لفتهم الثاني تسعة أيام بحساب أيام الله في الحساب في الكتاب تصديقا لقول الله تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير صدق الله العظيم وأوشك أن يقع القول عليكم بكويك بالعذاب إضافة إلى ما تسمونه وباء كورونا بل هو عذاب مصدره من بعوضة واحدة فقط ولم يخلقها الله من زوجين اثنين بل ضرب مثلا جديدا لقدرة الله فخلقها الله سبحانه من غير ذكر ومن غير أنثى بل ضرب مثلا من خلق جديد في محكم القرآن المجيد ذلك بعوضة ما واحدة لا غير التي تحدى الله بها المكذبين بذكره القرآن العظيم من الكفار والمعرضين عن ذكره القرآن العظيم من المسلمين فلا تزال هذه البعوضة الجديدة التي هي أصغر كائن حي خلقه الله في الكتاب لا يرى تحديا لأشر الدواب دونال ترامب وأولياءه الذين كانوا يزعمون أنهم القوة التي لا تقهر فقهرهم الله بأصغر كائن حي في الكتاب بعوضة ما لا تحيطن بها علما وأشهد لله أنها بعوضة واحدة فقط لا تزال دخوض حربها العالمية ضد الكافرين بالقرآن العظيم وأعداء القرآن العظيم وضد المسلمين المعرضين عن ذكر ربهم القرآن العظيم ويحسبون أنهم به مؤمنون ومثلهم كمثل الذين قالوا سمعنا وعصينا ورفضوا أن يستجيبوا لدعي الله عبده وخليفته المهدي ناصر محمد اليماني ليحكم بينهم بما أنزل الله في كتابه فأعرضوا عن حكم الله في كتابه حتى المسلمين فغضب الله لكتابه فمن يجيركم من عذابه إن كنتم صادقين وعلى كل حال لقد غضب الله لكتابه يا معشر الكافرين والمسلمين المعرضين فمن يجيركم من عذاب الله رب العالمين إن كنتم صادقين فتعوا الذين زعمتم من دونه ليكشفوا عنكم ضر عذاب بعوضة التحدي وليس الذكرا بل أنت تبيض ويخلق الله من سائل بويضاتها خلقا جديدا وهو بما تسمونه فيروس كورونا كذلك خلقا جديدا بيضاوي المنشأ خلقها الله من زلال بويضات بعوطة ما واحدة متشابه خلقهم ومتكاثر خلقها الله بكم فيكون كائنا حيا جديد تعيش في البر والبحر وفي الهواء من غير الجسم بل تشهدون أني منذ أول بيان مصر أن ما يسمونه فيروس كورونا كائن حي يحيى بدون أجسام ويعيس في الأجسام وفي الدم فاتقوا الله يا بني آدم فلا قبل لكم بحرب الله يا من أمنتم مكر الله وأعلنتم على ربكم الحرب وتريدون أن تطفئوا نوره وخسئتم وسوف يتم الله نوره ولو كره المجرمون ظهوره فلا تزال بعوضة ما في الكتاب لا تحرقون بها علما فهي ليست كالبعوضة المرئية التي تعرفونها كون التي تعرفونها لها ذكر يلقحها قبيل أن تبيض ثم تبيض بيضا ملقحا بالذرية البعوض الذكر وأما بعوضة التحدي فخلقها الله من غير زوجين بل بكون فيكون ضرب مثلا جديدا في الخلق ولن تروها فلا تزال تشن غارتها الحربية عابرة القارات والمحيطات البحرية والقطبية بكلمات الله تطير وتنطلق وتذر بيضها من غير ذرية ويخلق الله من زلال بيضها كائنات حية فيروسية متشابهات ومختلفات وجميعها يخلقها الله بحرفي الكيف والنون فيقول كن فيكون لتعلم أن الله على كل شيء قدير ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا أعلم غير بعوضة التحدي في الكتاب إنها واحدة فقط لا غير وأما فيروسات بويضاتها فلا يعلم جنود ربك إلا هو وتخترق الصدر وتطير في سماء البر والبحر وفي سماء القطبين وتغزو قوما آخرين فهي عضوط لأعداء الله أينما كانوا فلن يعجزونها هربا بإذن الله ليعلم الكفار والفجار من الثقلين ماذا تساوي قدرتهم عند قدرة الله فلا تساوي قدرة بعوضة مكرمة ومسومة مدعومة بكلمات الله وتعيش في كافة المناخات على مختلف أنواعها شديدة البرودة والحرارة والمناخات المعتدلة فلا تزال تطوف العالم بأسره شرقا وغربا وشمالا وجنوبا لتكويل البؤر المركزية بل تطوف ظاهر الأرض وباطنها ولسوف يشتد كرب حربها العالمية وليست إلا من العذاب الأدنى غير أن عذابها درجات فمنها تهذيب ومنها تأديب ومنها تعذيب ومنها شر مستطير وعذاب النكر فلا ولن ينفعكم الحجر المحجور فسوف تترككم وتصيبكم بالعذاب حتى تروا الملائكة حين يضربون وجوهكم وأدباركم عند الموت لإخراج أنفسكم وليس مماتكم سواء في الكتاب لو كنتم تعلمون ويا معشر صناع القرار أين المفر؟ فوالله الذي لا إله غيره أتستطيعون أن تفروا من بعوضة العذاب من رجز أليم حتى لو فررتم إلى سطح القمر لسبقتكم إلى سطح القمر فتنتظر وصولكم على أحر من الجمر لتذروا في صدوركم بويضاتها ويتولى الله أمر البويضات بكلماته التامات فيخلق منها فيهوسات كذلك حية منفطرة ومنشطرة وكذلك تنتقل من إنسان إلى إنسان فيهوسات بشرية نسبة لحضانتها ولم تتم حضانتها في أجسام الأنعام ولا كافة الحيوانات البرية ولا البحرية ولا الطيور ولا كافة الزواحف ولا الحشرات أجمعين بل حضانة بويضات البعوضة مخصصة لمن يشاء الله من الثقلين لعلهم يرجعون ويعلمون أن لهم إلها لن يكشف عنهم بضر سواه فهلكم الله ربي وربكم سبحانه رب العالمين فهل أنتم به مؤمنون فإليه ترجعون فلن يكشف عنكم الضر سواه فإله مع الله سبحانه وتعالى عما تشركون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين وعلى معيم اليقين أنه لا مفر من الله إلا إليه ففروا من الله إليه وتوبوا إلى الله متابا منيبين إلى ربكم ليهدي قلوبكم فيجعل لكم فرقانا وذلك نور وشفاء لما في الصدور وبصر القلوب إن كنتم تعقلون فاسمعوا واقلوا يا معشر البشر المعرضين المسلمين والكفار فلا رجعت للوراء لحرب الله الواحد القهار وأحاط بكم العذاب من جميع الجوانب من السماء والأرض برا وبحرا وجوا ومن أنفسكم فلن نزدكم الله إلا عذاب فاتقوا الله يا أولي الألباب فلا تزالون في حرب بعضة الله الحربية وفيروسات بويضاتها في الصدور وفي الحواء الطلق تعيش كائنا حيا وأشهد الله وكفى بالله شهيدا أن الإمام المهدي ناصر محمد اليماني لا أزال مصرا من أول بيان في بداية شهر بتاريخ عشر رجب أن ما تسمونه فيروس كورونا كائنا حيا يعيش بذاته في الهواء من غير جسم كائنا حيا بذاته يغزو الصدور ولا أعلم ركم بعلاج إلا بما جاء في البيان الذي كتبناه بعنوان فيروس كورونا والقول الفصل وما هو بالهزل انتهى وأشهد الله الواحد القهار أني لا أتغنى لكم بالشهر ولا مبالغا بالنثر بل بالبيان الحق للذكر لمن شاء منكم أن يتذكر ويخشى الله وعذاب اليوم الآخر قد أعذر من أنذر ولن يتذكر إلا أولي الألباب ولكل فتوى في البيان برهان من محكم القرآن فلن يخرف الإمام المهدي ناصر محمد اليماني بما لا أعرف ولسوف تجدون بيانات الإمام المهدي ناصر محمد اليماني هي الحق على الواقع الحقيقي واحد زائد واحد يساو اثنين لا شك ولا ريب بإذن الله العزيز الحكيم وأما تحدي لها لإعدائه بالمثل في خلق جديد بعوضة ما فهو خبر محكم في محكم الذكر القرآن العظيم في قول الله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقذون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم ولدينا مزيد من تفصيل البيان الحق للقرآن المجيد تنزيل من عزيز حميد وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين خليفة الله وعبده الإمام المهدي ناصر محمد اليماني ثلاثة عيكم البيان إحدى أنصاريات الإمام إلى الملتقى في بيان جديد ترجمة نانسي قنقر